ادخلوا ان الحكومة من اجدت الجداول موازنة 2024 قامت بزيارة تخصيصات الاوقاف الدينية فسوتها من تريليون وتسعمية مليار دينار الى تريليونين وستمية مليار دينار وهذا الرقم العجيب يعادل اكتر من ضعف تخصيصات وزارتي الصناعة والزراعة مجتمعتين وهذا غريب بل وعجيب لانه الاوقاف باملاكها ومواردها وتبرعاتها تطال ميزانية دولة كاملة فليش تموار رواتبها من الدولة ابوقت وزارتي الصناعة والزراعة غالبة تحسب شركاتها تمويل ذاتها والتخصيصات المقررة الها بالاغلب لا تسد نفقات الانتاج بل ولا تسد نفقات التشغيل اساسا والله عجيب البلد هذا والعجيب اكثر ادارة هذا البلد الغريب انه جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 اللي ارسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها تقدر اراداتها ب144 تريليون و336 مليار دينار في حين تبلغ النفقات 210 تريليون و936 مليار دينار والعجز لاغستي زين من باب روله ان تتوجه الدولة نحو القطاعات الانتاجية وهي الزراعة والصناعة مو تروح تدعم الاوقاف اللي المفروض تمول نفسها بنفسها فوي شغلوها ترى والله حرامضنا القاعدة